المبدأ طبع التايتريشن نحنا قردي ممرئينه بس هلقى حنحكي عنه اكتر عقصيت انه نحنا اتفقنا انه حنجيب ايرلم ماير فلاسك وبيوريت النقط شوي شوي من التايترنت اللي هو بقلب البيوريت لعند الانالايت اللي بقلب البيئة اليرلم ماير فلاسك او البيكر وبدى يكون حاطيتها عاجي تايتر عم تعمل ميكسينج وبعدين بوقف بسكر ستوبكوك لما يصير في عندي استويكوماتريك ميكسير فعلتلكم انا قبل انه شو بيعمل انا لحتى اقدر اعرف ازا صار عندي استويكوماتريك او لا لازم حط انديكيتر هيدا الانديكيتر بكون هو عم يعطيني اختلاف الالوان حسب شو القبل اللي عندي بقلب السوليوشن بس يختلف اللون بس بكون انا وصلت لنقطة استويكوماتري فبوقف الرياكشن بقيد الفوليوم اللي اطلع عندي وبعمل الكالكوليشن فمبدأ التيتراتيشن the titrant with non-concentration اللي هو بقلب لبيرت is added from the bureت to the early mayer flask that contains the analyte اللي هو unknown concentration while stirring until the mixture reaches stoichometry انا وعم بخلط عشانك بحط عاجي تايتر until it reaches stoichometry كيف بعرف انه وصلت عاستويكوماتري this is usually detected by change in color of the solution بس يتغير لون السوليوشن this is known as the equivalence point equivalence يعني نقطة التساوي اللي هي stoichometry فشو اسمه ال equivalence point او شو بتعني ال equivalence point معنات انا وصلت the mixture is stoichometry تعريف ال equivalence point تطلعوا هوني عهيد الجيف عندكن انتو الانالايت هوني بقلب اليرلم mayer flask والتايترنت بقلب البيوريت عم نفتح stop cook وننزل شوي شوي هوني عندكن مثلا solution colorless عم تنزل شوي شوي اول ما يصير زهر فاتح بتوقف هلأ هني هوني ننزلين لعند الموف بس اول ما يصير زهر فاتح بتكون انتو وصلت لنقطة stoichometry بتوقف ال reaction وبتقول انا وصلت لستويكوماتري بتأيد الفوليوم صار معك هوني خليني بس الكني اياها معك انت ال concentration تبعية التايترنت لانه انت اللي جبته معك الفوليوم تبع الانالايت لانه انت اللي حطيته ازا فيه بقلبه اسد بيكون كمان معه اسد لما انت تنزل من البيورات شو رح يصير لما تنزل من البيورات رح تعرف الفوليوم يا اللي زدته فصار عندك concentration of volume وعندك هوني volume بتعمل بتساوي number of mall عالك اوفيشن معك السي والفي وهون معك الفي بتعمل لحتى تجيب السي للانالايت هيدا مبدأ ما هيك طيب همحيهم لهول وارجع على ال الارو بس ادي اصغيرة كرملت رجع تمشي فهوني عنا لكان بس تتغير اللون بكون انا شو عملت بكون وصلت للتايتريشن equivalence point للستويكومتري عفوا equivalence point او اسمه end point it is the state where the reactants react completely to reach stoيكومتري مين هنه الرياكتنت هنه التايترنت والانالايت اتفاعلوا مع بعض كليا لحتى وصلنا للستويكومتري اللي هي الاخويفلنس point it is determined experimentally by a change of color بعرف حالي وصلت لالاخويفلنس point امتين لما يتغير اللون الفوليوم اللي بتزدوه من التايترنت لحتى توصله لالاخويفلنس point اسمه اكويفلنس تمام اكويفلنس ترمزوله بVE فصار عندي لكان concentration معروفة الVE هي هو اللي زدو الéquويفلنس point وعندي هون الconcentration لل انا ايه عفوا عندي الconcentration للانالايت مبله والvolume للانالايت الconcentration للانالايت ما بعرفها والبقين كلهم بعرفون كرس كروس بطلع الconcentration للانالايت فحنجي لكان يعني كيف انا بقدر اعرف بس يتغير اللون بكون انا عندي شو بتكون يعني وصلته لستويكوماتريا هلأ البروستيجر نحنا اولادي مرأني ومرأنا الكونسابت وكل شي بس شو هنه الستابس هنه ست ستابس كيف عندكن بروسيجر فور ديسوليوشن هوني بروسيجر فتايتراشن اول شي ليه لنا لانه قلتلكن اغلبية بيكونوا مرأمين تحت 50 وفوق صفر فازا نزل على 10 ملي بتعرف انت ادي نزل اذا لأ كنت مرأمي بالقلب بتنقص الفوليوم بتعرف الفوليوم تقدر هوني بتحطه اللي هو هتعرف الكونسانتريشن اللي له ورح تعرفه الفوليوم اللي حتزدوها اللي هي الفوليوم اكوفيلاس عشان ما توقعوا لبرا بعدين هولي اللي ستابس الاولى والتانية فيكن تبدلون يعني ما فيها المشكلة اذا بتعبب البيرت بالاول ولا بتعبب الفلاسك بالاول هي بزيتها هنحط هون الانالايت هيدا الانالايت بعرف الفوليوم اللي اللي له سحبتها بالبايبت ونزلتها هون بس ما بعرف الكونسانتريشن هي اللي بدي تضبعه فبحط الانالايت بقلب البيكر تالت ستاب هتحطو اسيد وإرلي وإنديكيتر عفوان اذا عزتو اه اد فيو دروبس او قنسنتريتد اسيد ازا كانت هيدي ازا كانت هيدي كماني اف نيدل بعدين بقلكن انتا بتعوز وانتا ما بتعوز اد انديكيتر اف نيدل وهيدا هون مستعملينا لو بدنا بس كم نقطة كنا استعملنا وهيدا الانديكيتر كماني بتنقطو بالدروبير كل الاناني تابعو الانديكيتر بكون فيه هون الدروبير بتنقطو بس نقطتين اوكي بيرجع عالستب الرابعة اد اماجنيت بار تو دي سليوشن ان دا بيكر او بالايرل مايري فلاسك هلا بالعادي بالبيكر بعدين هتعرفوا ليه اد اماجنيت بار تو دي سليوشن ان دا بيكر ذان بلايس دا بيكر ان دا ماغنتيك سترر حتحطوا هوني هيها الماغنتيك بار وتعملولو اللي بتعوزوها بطريقة انو مايطرتش لبرا بس يكون هيك يعامل مثل زوبعة هوني صغيرة لحتى يعمل ميكسن هلا بالنسبة للخامس ستاب حانا ققت نقطة نقطة من السليوشن يلي بقلب البيوريت اللي اسمه التايترين تعالى السليوشن يلي بقلب البيكر من بعد ما عملت له بلايسن اكيد هوني انتو عاملين كماني هوني حاطين ستاند هاي دي مش معلق بالهواء يعني وحاطين البيوريت وعم بتنعطوا نقطة نقطة من التايترين تعالى قلب السليوشن تمام فهوني وحتى هاي دي تفتلوا هاي دي الماقنات اكستران حتكون اكيد عام تعمل ميكسن انتو عام تعملوا الرياكشن امتا بتوقفوه هي اخر ستاب لما يصير في عندي color change فاخر ستاب حتكون repeat addition of the titrant من البيوريت until the color of the solution changes بتكون وصلته للستويكماتريك ميكسشن which is known as the equivalence point